أهلا بكم من جديد والبداية من جمهورية مصر العربية حيث أغلقت البرصة المصرية عاملات نهاية الأسبوع على تباين في مؤشراتها تدولات بلغت قيمتها الإجمالية مليار جنيه فاصل ثمانمائة وستة ملايين هبط مؤشر السوق الرئيسي اي جي اك ثلاثين نسبة بلغت سفر فاصل ثلاثة عشر من المئة ليغلق عند مستوى سبعة عشر الف خمسمائة وستة عشر نقطة بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اك سبعين بنسبة بلغت سفر فاصل خمسين من المئة عند مستوى الفين تسعمائة وإحدة وتسعين نقطة فيما صعد أيضا مؤشر اي جي اك سمائة متساوي الأوزان بنسبة سفر فاصل ستة وخمسين من المئة عند مستوى اربعة آلاف خمسمائة وتسع وأربعين نقطة أما على صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعا قفز ساهم المنطقة العربية للاستثمارات بنسبة بلغت ثمانية بالمئة فاصل خمسة وعشرين ليغلق عند جنيهين فاصل ثلاثة وعشرين يلي ساهم تعليم لخدمات الإدارة بنسبة بلغت سبعة بالمئة فاصل أربعة وسبعين عند ثلاثة جنيهات فاصل أربعة وثلاثين جاء بالمركز الثالث في الأسهم الأكثر ارتفاعا ساهم شركة الدلتا السكر بنسبة بلغت ستة بالمئة فاصل ثلاثة واربعين عند ثلاثين جنيهان فاصل ستة واربعين بينما تصدر الأسهم الأكثر تراجعا سامي شركة كوبر للاتثمار التجاري والتطوير العقارية نزبط 11.76% ليغلق عند 22 جنيهان بداياتها نبدأ مع حضرتك من نقطة مهمة جدا وأيضا جوهرية كيف ترى الفجوة التمويلية لمصر خاصة الخمسة مليارات دولار المطلوب سددهم في النصف الأول من العام الجاري يعني الحقيقة دي أحد طبعا المشكلات الأساسية التي تواجهها الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة وهي موضوع الفجوة التمويلية الفرق ما بين المتطلبات الدولارية لمصر والإرادات الدولارية اللي هتبقى موجودة عنها الفترة الجاية فخلال 2023-2024 الحقيقة الفجوة ضخمة شوية يعني 17 مليار دولار في 23 و23 مليار دولار في 24 وده التحدي الأساسي اللي مصر بتحاول أن هي تواجهه خلال الفترة الجاية ازاي أن هي تقدر تسد الفجوة دي عشان كنا دخلت في برنامج صندوق النقد وبتحاول أن هي توفر من خلال برنامج التروحات والعديد من الأمور الأخرى عشان تقدر تسد الفجوة دي الحقيقة أن ده مرتبط بشكل كبير جدا عشان المشاهدين يبقوا متفاهمين النقطة دي مرتبط بسعر الصرف لأن طالما السوق والمستثمرين شايفين أن الفجوة التامولية دي موجودة وأن الحكومة ما عندهاش قدرة كافية على أو إرادتها مش مكافية بشكل كامل أنها تغطي المتطلبات دي فهيفضلوا متطلعين لأسعار أعلى في سعر الصرف وعشان كده هتظهر دايما مشاكل السوق الموازي وهذه الأمور فعشان كده الفترة الفاتج كلها ارتفع على الصرف بشكل كبير ومحافظة على أرقام عالية جدا الحكومة بتبزل عدة محاور يعني أو يمكن الصندوق كمان كان رشح ويمكن كلنا منتفق مع هذه الأراء أن الإرادات لابد أنها ترتفع بشكل كبير الفترة الجاية وده يعني البدائل قدام الحكومة محدودة بحد لحد كميل لأن الظروف الخارجية كمان مش مساعدة وده كان سبب الأزمة أساسا لما الفدرائي بدأ يرفع سعر الفايدة فبالتالي انسحبت من مصر بس من الأسواق النشأة كلها بدأ المستثمرين أنهم يسحبوا ما يسمى بالأموال السخنة اللي هي أموال بتدخل عشان تاخد سعر الفايدة بس وتخرج فبدأوا يسحبوها من الأسواق النشأة وده سبب فجأة خلال كبير في الأسواق النشأة وضغط على عملاتها بشكل كبير فبالتالي دلوقتي نحن نجزب تاني كيف تواجه الحكومة هذه الفجوة أو حل الأزمة؟ يعني محاور كده؟ يعني يمكن نمر واحد طبعا المتاح دلوقتي هو الطروحات أنه تخرج الدولة من بعض الأصول التي تملكها وده مطلب كان الحقيقة نحن كنا طالبنا بيه من سنين مش متعلق بالأزمة فقط أن القطاع الخاص هو اللي يبقى ليه دور أكبر والدولة تقلل من تواجدها في القطاع الخاص عشان ما يبقاش فيه مزحمة للقطاع الخاص طبعا عملت استراتيجية ملكية الدولة ووثيقة ملكية الدولة ودي حددت فيها قطاعات من نفسها حتى تخرج منها خلال الفترة أو تقلل تواجدها فيها خلال الفترة يعني بعض القطاعات مثلا مش مفهوم بسبب أن لازم تبقى الحكومة توجدها فيه مثلا الفنادق أو بعض القطاعات اللي قد لا يكون تواجد الحكومة فيها جدوى كبير فبالتالي لو بدأت عملية الطروحات دي يعني تخرج الدولة من بعض هذه الأصول وده بنقدرها بحدود حوالي 2.5 مليار خلال النص الأول أو يعني خلال الفترة القادمة أنها تبيع أصول لها في الأسواق الدولية في الأغلب ده هيحل جزء من الأزمة أكيدا حيوفر جزء من الأزمة لكن المشكلة اللي بتواجههم في نفس الوقت أن المستثمرين طبعا إحنا بنتوجه للأجانب هذه المرحلة أننا مش عايزة بيع للمستثمرين المحلين لأنه هيجيب لي عملة محلية أنا عايزة عملة أجنبية فهو متوجه لأسواق خارجية وخاصة في الخليج عشان يبيع هذه الأصول فيه جهود كتير بالتام لكن برضو المستثمرين من ناحية تانية شايفين عندهم مخاطر سعر الصرف ولو اشترى دلوقتي والدولار بـ 30 أو وبعد شوية السعر ارتفع فكده هو هيبقى حق خصارة في الموضوع ده فهو ده الدبيت أو التفاوت اللي محاصمة بين المستثمرين والحكومة في هذه المرحلة واللي هو مأجل شوية فكرة الطروحات دي نقطة أساسية وهي دي اللي حتقدر تحل بشكل كبير المرحلة الجاي تمام على ذكر صندوق النقد الدولي نحن مقبلون على مراجعة صندوق النقد الدولي هل يعني ذلك بالضرورة تحرير أسعار الصرف وهل ترى أيضا دكتور أحمد أن التحرير هو الاختيار الأمثل لحل الأزمة هو كانت أحد اشتراطات طبعا الصندوق أنه هو حيراجع الأوضاع والإصلاحات اللي تمت كل ستة شهور يعني الحزمة التي تم إقرارها حيتام يتقسمها على ستة شهور حيتام دفع مبلغ مالية معينة كل ستة شهور عندما يتم الالتزام بهذه المتطلبات وطبعا أحد هذه المتطلبات هو وجود سعر صرف مال أنا بطبيعة الحالكة الاقتصادي أرى أن من المهم لأي دولة أن يكون لديها سعر صرف مال حتى يعكس فعلا التطورات الطبيعية لكن في نفس الوقت هناك بعض الظروف التي قد تجعل إطلاق سعر صرف مال بشكل كامل 100% في هذه المرحلة في خطورة كبيرة نظرا لما ذكرتي سيالاتك في بداية الحديث من حديث الشراء إلى الفجوة التامولية فبالتالي مهما ارتفع السعر في السوق الرسمي من وجهة نظري ستظل هناك سوق موازية لأنك لايس لديك موارد كافية للإطاح إمتى أقدر أطبق أو متى أقدر أطبق السعر الصرف المالي لما يبقى عندي فعلا موارد دولارية ضخمة أقدر أن أوفي بيها الطلب لكن لو حضرتك حررت دلوقتي بشكل كامل 100% وتوجهنا للبنوك برضو مش هنلاقي موارد دولارية كافية فهنتجه للسوق السوداء فالسوق السوداء هتفضل ترتفع طول الوقت فوق السعر الموازي فأنا شايف أن دي مش الخطوة الأمثل في الوقت الحقي لازم الأول أن نقدر نكون رصيد كافي من الدولارات أو العملة الصعبة وبعدنا أن نقدر أن نوصل للمرحلة التالية عن طريق التروحات لحضرتك قلتها دكتور أحمد ممكن أرجع نقطة تانية والتصدير لسه كنت أقول لحضرتك لو في نقطة تانية بجانب التروحات التصدير طبعا في حلول على المدى الطويل زي ما حضرتك ذكرت التصدير والاستثمار وفي خطط محطوطة للجزئين دول يعني إحنا بنستهدف 100 مليار دولار خلال الفترة القادمة والاستثمار وهم دول أهم خطوطين لأي دولة تقدر تبني عليهم مجرور لكن إحنا عايز المشاهد دايما يفرق ما بين الحلول قصرت المدى وطولت المدى لأن دلوقتي عايز أحل الأزمة يعني زي ما بنقول دايما البيت مشتعل فأنا عايز أطفيه بعد كده أقدر أشوف بقى الحلول وطولت المدى فبالتالي التصدير مهم والاستثمارات مهمة لكن هتاخد فترة يعني لو بدأت أبني دلوقتي مصنعه مثلا عشان يبدأ يصدر محتاجة دي وإحنا في نفس الوقت محتاجين عملة عشان نقدر نستورد مواد وآخر فبالتالي هي مهمة جدا ولازم تبقى فيه خطة ولازم بعد ما نخرج إن شاء الله من الأزمة دي يبقى فيه خطة طويلة المدى محددة بحدود زمنية يعني إحنا عايزين نوصل لـ 100 مليار دولار فأنا أقول كل سنة لازم يبقى عندي جزء الجانب التاني اللي أنا بركز عليه وبطالب دايما أن هم يركزوا عليه إذا ما كنتش قادرة أوفي أجيب إرادات يبقى بص على النفقات الجانب التاني من المؤمنات تأجيل النفقات مثلا مش النفقات النفقات الدولارية أغالبيتها جاي في الأعباء الدين الخارجي الحقيقة أن العالم كله عنده مشاكل في حكاية الديون الخارجية لدول النمي وبالتالي فيه مبادلات كتير أطلقتها مجموعة العشرين سندوق النقد الدولي بتقول يا جماعة أن الفترة دي في ظروف صعبة في العالم فالدول النمي عندها مشاكل وإحنا خايفين أن يحصل تعصر وما يقدرش يسدده يعني إعادة جدولة الديون إعادة جدولة الديون سواء بقى بترحيل جزء منها بإسقاط جزء منها وإحنا عندنا خبرة كبيرة في الموضوع ده فبالتالي ليه ما نترح عشان نقدر نقلل أي جزء بقلله كأني جبت دولار فعلا وبالتالي أقلل شوية من الفجوة اللي حدريكوتي بتتكلم عنها بحيث أقدر أخذ هدنة وأقدر أسيطر فعلا على سعر الدولار وبالتالي أسدد بعد كده نعم في دوء هذه المتغيرات أيضا والأحداث ما رؤل حضرتك لبورسة مصر خلال العمل جاري؟ طبعا هو يعني ما أقدرش أبص للبورسة لوحدها بصورة منفصلة عن الوضع الاقتصادي وعادة كل محد يسألني دايما الفترة الجاية البورسة راحها فين أقول له يعني لو قدرت أنت تقولي الاقتصاد هيرايا فين الفترة جاية حضر أردعي ما فيش توقعات دكتور أحمد التوقعات كانت إيجابية طبعا في البداية الفترة مع التعويم لأن لو حضرتك تتذكري في 2016 كانت بعد التعويم البورسة من أكتر القطاعات اللي انتعشت بشكل كبير في الفترة وجذبت استثمارات أجنبية كبيرة لكن في المرحلة الحالية لازم المستثمرين يصلوا لمرحلة أنهم واثقين تماما أنه في استقرار في سعر الصرف عشان يقدروا يدخل إحنا زي ما احنا شايفين لغاية دلوقتي ما فيش مستثمرين أجنب رجعوا للبورسة بشكل كبير وهم مش لأن الأسهم مش جيدة بالعكس فيه أسهم قوية جدا في السوق وقوية ماليا وبتوزع وجذابة جدا وكوبونات لكن مش هقدر أدخل أنا كمستثمر أجنبي إلا زي ما ما يكون فيه استقرار وده من قبله كتير جدا في تعاملاتنا مع المستثمرين أجنب يقول لنا الشركات هايلة لكن أنا ما أقدرش أدخل وأنا عارف أن ممكن التعويم يحصل بعض شويتين صحيح طيب ما هي القطاعات الواحدة داخل البرسة المصرية أيضا؟ يعني القطاعات اللي بتستفيد دايما من فترات التضخم والأزمات نحن عندنا قطاعات نسميها في بعض الأحيان قطاعات دفعية زي قطاعات الأغزية قطاعات الأدوية القطاعات دي ما بتتأثرش بشكل كبير دي مستمرة على طول بس هيحتاجوها على طول ومهما حصل ارتفاع في الأسعار حيبقى عنده قدرة أن يمرر ارتفاع الأسعار دين المستهلك والمستهلك مش هيقلل لأنها سلع يعني حاجات أساسية حيوية بزرط قطاع الصحة طبعا قطاع الأدوية قطاعات تكنولوجيا الأمور دي كلها القطاعات دي بتكذب بشكل كبير جدا المستثمرين من الخارج وفيه فرص كبير جدا جوه الاقتصاد عندنا شركات لديها كمية سيولة خرافية يعني احنا عندنا شركات في مصر لديها مثلا عندي شركة عندها 10 مليار جنيه كاش وهي قيمتها السوقية 5 مليار جنيه بس يعني عندها في الخزنة كده لو حبنا نبسطها 10 مليار بينما تمنح كله على بعضه 5 مليار جنيه فدي فرص كبيرة جدا بس الأسف محتاجة استقرار أكتر في الوضع الأخصاد عشان يقدروا يرجعون دكتور أحمد القطاع المصرفي يعني حدك شايفه إزاي الفترة القادمة بقيادة أكيد الـ CIP يعني القطاع المصرفي طبعا لو بنتكلم عن القطاع نفسه هو يعني الحمد لله أن احنا بقيت شوية عن الأوضاع الخارجية المتعلقة بأزمات القطاع المصرفي ودي بفرض بسبب القيادة الصارمة شوية اللي بيفرضها البنك المركزي فهو بالتالي رغم أن أسعار الفائدة مرتفعة لكن احنا شايفين نتائج أعمال البنوك ما زالت قوية جدا يعني خلال الربع الأخير والسنة الماضية ما كانش فيه تأثير كبير على أوضاع البنوك فأنا شايف أنها هتقدر مستمرة وهتقدر تحقق أرباح كويسة الفترة الجاية تمام بالنسبة لسهم CIP شايفه زي برضو الفترة الجاية أو رايح لفين ببقى أنه كان متحكم دلوقتي يعني طبعا هو السهم من أكبر الأسهم القادية وأكبر سهم بيكزب استثمارات الجنوية خاصة أنه لي صاحب البازل لسبي الأكبر أكيد وأكيد عشان كمان فكرة أن ليه شهادات إدع خارجية فبالتالي بيبقى سهل أنه يتجاوز حتة المشاكل سعر الصرف اللي أنا بكلم عنها أنه يقدر يشتري هنا ويحاول شهادات إدع بره ويباحها في الأسوال الخارجية وبالتالي بيبقى بعيد شوية على النقطة دي فنستنى نشوف نتائج الرابع الثاني هتبقى عاملة إزاي إن شاء الله يعني هو الرابع الأول حق النتائج كويس ونستنى نشوف الرابع الثاني إن شاء الله دكتور أحمد أسهم الأسمدة بقيادة سهم أبو إير هيواصل الصعود أم في تراجع الفتر القادم أيضا؟ يعني طبعا الأسمدة من القطاعات المهمة اللي كنا نتكلم عنها إن هي مرتبطة بشكل كبير بنشاط أساسي زي الزراعة فبالتالي مش هتتأثر بالأزامات الاقتصادية بالعكس الطلب عليها بيفضل مستمر والحاجة الثانية كمان إن الجزء كبير من إنتاجها للتصدير للخارج فبالتالي يعني فيه في العالم كل والأسعار الليورية والحاجات دي كلها مرتفعة بشكل كبير حتى هي هدأت شوية بلكن لسه مرتفعة عن السنة اللي فاتت فبالتالي أعتقد أنهم حادروا يحافظوا برضو على مستوى جيد من معظم كمان إراداتهم جاية من التصدير فبالتالي بيبقى عنده جاذبية شوية للمستثمرين عشان كده هي من الشركات اللي حصلت على استثمرات في الصفقات السيادية اللي تمت السنة اللي فاتت نعم ما هي أيضا الأليات التي تحتاج للتعديل الفوري في برسة مصر بوجر نظرك وأقصد هنا جلسة المزايدة وأيضا ونقلم من حضرتك رأي فيها فيما يتعلق بتقنينها حتى لا يتقرر ما حدث في سهم البنك التجارية الدولية مؤخرا حضرتك عندنا نحن عارفين رأي حضرتك وتكلمنا قبل الهواء بل الزرط هي جلسة المزايدة طبعا من الأمور المهمة ومتروحة في كل عام عشان نوضح بس للمشاهدين هي الجلسة طبعا إحنا عندنا جلسة التداول بتستمر طوال اليوم من الساعة 10 صباحا للساعة 2 ونص دهرا في النهاية بنا نكون محتاجين نعرف سعر للإغلاق فدول العالم كلها لها أليات مختلفة بعض الناس بعض البورصات بتحدد آخر سعر يعني آخر عملية هو ده بيبقى سعر الإغلاق بعض الناس بتاخد بعض البورصات بتاخد متوسط وبعض البورصات أو غالبية البورصات الآن بتطبق جلسة المزايدة جلسة المزايدة يعني بنيجي في آخر ربع ساعة أو عشر دقيقة من الجلسة ونبدأ ناخد طلبات عروض وشراء من الجانبين سواء مشترين أو بعين ونشوف السعر مش الأعلى أو الأقل لكن نشوف السعر اللي بيحقق لنا أكبر كمية يعني لو اخترنا سعر عشر جنيه حيحقق لنا مليون سهم بيع وشر لو اخترنا 11 جنيه حيحقق لنا 20 مليون سهم إذا أنا خطر 11 جنيه عشان هو اللي حيحقق لي أكبر كمية يبقى ده معناه أنه هو ده أكبر سعر مطلوب من جميع المساهمين فالجلسة كجلسة مزايدة دي ما عليهاش اعتراض وأنا عارف طبعا المستثمرين في مصر يعني مش حابين الفكرة لكن أنا بقول أنها موجودة في كل أسوأ العالم احنا مش بنختراحها من أول ودين لكن اللي حصل أن بعض الأحيان بتيجي أن جلسة المزايدة يكون فيها ارتفاعات كبيرة جدا زي ما شوفنا البنك توبري يعني يكون طول اليوم مستمر بسعر وبعدين نفاجأ أنه في جلسة المزايدة ارتفع بشكل كبير عن السعر ده أو نخفض بشكل كبير عن السعر ده دي عليها تعرضوا طالف في الآخر برصة مش هتقدر تتدخل فيها وتحكم لكن اللي بقترحه أن نحط حدود سعرية لجلسة المزايدة سقف يعني للسعر سواء في الخفضة أو الارتفاع يعني لو السهم بعشرة جنيه أنا هحط له مثلا 2% أو 3% خلال جلسة المزايدة بحيث أن الفرق ما يبقاش كبير جدا عن ما تم خلال اليوم بأكمل وبالتالي نقدر نزبط الأداء في الحتم يعني تعديل الألية وليس إغلال الغاء لا يعني حدك مقتلبش والغاء لأنها موجودة في كل الدول زي ما حضرتك بتقول لكن تقننها أو تعديلها أصل البداية كانت إيه؟ آخر سعر فآخر سعر ده صعب في الأسواق المفاش سيولة عالية صحيح أو المتوسط وده اللي احنا كنا بنطبقه طول الوقت إن احنا بنجيب متوسط اليوم كله فكان المستثمرين بيشتكوا إن احنا بناخد أسعار أول الجلسة وبتأثر على آخر الجلسة فهو أفضل بديل بالنسبة لنا هو المزاد لكن مع بعض التعدلات الاتبالية نعم المليم هل تؤيد أيضا إلغاء التعامل بالمليم أم لا؟ المليم برضو عشان نوضح احنا عملينا أسهم بتكون مثلا سعرها أقل من 2 جنيه يعني مثلا بعشرين قرش تلاتين قرش فلو افترضنا نسهم بعشرين قرش وارتفع قرش واحد أو انخفض قرش واحد ده معناه أنه حيطلح 5% فجأة أو حينزل 5% فجأة لأنه هو دي الوحدة الموجودة هي القرش فقط فبالتالي من عدة سنوات البورصة أدخلت آلية المليم يعني بالتالي تسمح بخانة إضافية زيادة فأنا أقدر أن أنا بدل ما يبقى عشرين قرش واحد وعشرين قرش لا ممكن يبقى عشرين قرش ونص اللي هو مليم دي هدفها طبعا زي ما قلنا عشان ما تعملش تزبزبات عالية فأسعار الأسهم هي تحت 2 جنيه أو تحت مستوى معين فبالتالي أنا مش شايف أن هي دي العائق الأساسي لأن أنا مش عايز ألاقي السهم فجأة بعملية واحدة نزل 5% مش عايزه بعملية واحدة طالها 5% يعني المليم بيحد من هذه بيحد شوية من التزبزبات وهو موجود زي ما قلنا ومش موجود مش في سهم بـ 50 جنيه هو في أسهم تحت السعر معين يعني بس القرش هو اللي بيفرق يعني مش عامل مشكلة أو يعني خلي برضو المستثمين دايما المستثمين بيتكلموا على الأمور دي بس خلينا نبص للصورة الكبيرة هل هو ده اللي بيأثر على الأسعار لا أطمم يعني مش هو ده المؤثر بشكل كبير نعم نواجه في مصر أيضا مشكلة كبيرة جدا مؤخرا في ظل ارتفاع تكلفة الأموال وهي هروب الشركات الناشئة للخارج كيف نقضي على هذه الظاهرة وهي ظاهرة خطيرة جدا لأن حضرتك عايز دولارات عايز عملة زي ما حضرتك بتقول تدخل للبلد عملة فازاي نقضي على الظاهراتي أيضا هي الشركات الناشئة طبعا بتعاني في العالم كله بسبب اللي حضرتك اتكلمت عنه ارتفاع سعر فايدة ومش زمان يعني من سنة أو اتنين كان فيه حاجة اسمها التمويل الرقيص يعني الفايدة كانت منخفضة جدا فكانوا بيقدروا ياخدوا تمويل بسهولة وكانت السنديق الاستثمار بتقدر تضخ فيهم تمويل بسهولة لأنها بتاخد الفلوس بفايدة قليلة لما بدأت الفايدة ترتفع حصلت أزمة في الشركات العالمية الناشئة كلها لأن السنديق بقت مضطرة أنها تدفع سعر فايدة كبير للبنوك فبالتالي لما تيجي تستثمر في شركة ناشئة بتبقى طلبة عائد كبير فانخفض بشكل كبير التمويل للأسواق للشركات الناشئة في الفترة الأخيرة ده مش في مصر بس لكن في مصر ويمكننا لسه من يومين في مجلس النواب بنقش طلب إحاطة تقدمت بيه الدكتورة غادة عادل غادة علي آسف بخصوص هروب الشركات الناشئة إلى الخارج يعني الشركة بتضطر أنها تأسس شركة في سوق خارجي بدل ما تأسسها في مصر وده طبعا كان بيرجع بشكل كبير لأمور متعلقة بمناخ الاستثمار وقواعد التشراعات زي التقييمات مثلا فمثلا هي الشركة لسه بيكون ناشئة فكرة جديدة لكن ممكن المستثمرين مستعدين أن هما يدفعوا 10 مليون دولار مثلا قبل نص الشركة وده شفناها صفقات كتير جدا تمت خلال الفترة الأخيرة فبالتالي التقييمات دي ممكن بتبقى للجهات التنظيمية زي هيئة الاستثمار مش مقنعة فدي كابتبقى مشكلة بالنسبة كمان شركات الناشئة عليها طبيعة أن بتبقى لها حاجة اسمها اتفاقية مساهمين دايما أن الاتفاقية دي بتبقى فيها شروط خاصة بتدي أولويات معاناة بيتفق عليها للطرفين أن أنا كمساهم حدخل معاك دلوقتي وانت لسه فكرة بس هتبقى ليا حقوق زيادة شوية يعني مثلا نسبتي مش هتقل خلص أو حيبقى ليا حقوق يا شروط أو بنوت كده فبالتالي هنا في القوانين في مصر ممكن تكون لسه مش متوجبة مع هذه المنطقة فبالتالي الشركات كانت بتروح تأسس شركات في الخارج بنسميها أوفشور أو شركات خارجية هي شركات وهمية فقط بس مرة وهي اللي بتمتلك الشركات في مصر وبتحول لها الفلوس لكن مع الوقت ومع التحركات اللي بتحصل على الدول الأقليمية يعني شايفين الإمارات بتجري بشكل كبير جدا في الموضوع ده في الشركات الناشئة وحطها أولوية أولى يعني في استراتيجيات بتاعتها في 2031 2071 من الدول والليلة اللي بتقول الشركات الناشئة جزء من مهم من في النشاط الاقتصادي والنمور الاقتصادي في الفترة القادمة فبالتالي هي بتقول بتركز على موضوع ده بشكل كبير ومش على الشركات المحلية فقط لا هي بتدعو كمان الشركات الإقليمية بحيث أن هي تبقى هاب أو مركز للشركات الناشئة من كل العالم وفيه يمكن مبادرة كتطرحت قريبا في الإمارات أن يجذبوا 300 شركة بتشتغل في التكنولوجيا المالية ناشئة من مختلف دول العالم عشان يوطنوها جوه الإمارات السعودية برضو بتقدم مبادرات بنفس الشكل فبالتالي انت هنا كمصر لو ما تحرقتش سريعا هتبدأ الشركات فعلا تتخرج تتجه للخارج شركات الناشئة تعتمد على التكنولوجيا بشكل كبير فهي مش مرتبطة بالقاعدة الجغرافية هتقدر تنتقل لأماكن كتير تانية تو تتجهل شكرا